أنا حسأل حضرتك عن هذا الزي الجميل الذي ترتديه الزي؟ الزي آه بس أحياناً أحياناً بتلبس بدلة في بعض المناسبة آه بالزبط متى؟ إحنا حدري إحنا عندنا يعني في الرهبانة فرانسيسكان لأن إحنا طبعاً النشأتها في الإيطاليا ففي حرية يعني وطبعاً فيه ممكن بقى كده وممكن إحنا بيطلع بلبس عادي مدني عادي يعني أنا كان في صور ظهرت لي وأنا في المهرجان في نيسيا هم طلبوا مني صراحة قالوا لي يا ريت مش أكون بالزي الرسمي أتكون ببدلة وكده فقالتهم حاضر أنا كان معنا فنانين عالميين وعشان بس يبقى إيه هم كانوا ليهم وجهة نظر وأنا اختناعت بيها لأن طبعاً عشان الدنيا سبقى ماشي بسلاسة مع الناس وبالتحكيم وكده بقاش يحسوا إيه ده ده في حاجة غريبة موجودة معانا وتساؤلات كتير فكانت أهدى بكتير كده يعني يعني فكرة الاهتمام بالفن من جهة دينية هل فعلاً ممكن يؤثر على انحصار العنف انحصار الكراهية يعني يتزول العلاقات السيئة بين الناس هو يريد طبعاً لو يدخل بقى مش مارك لأنه كنت أصحاب تجربة طويلة في هذا يعني وفي بعض الفنين قالوا لنا كده في لجان التحكيم حضراتك وحركت في لجنة سنة 1995 شرفتينا مع الفنان كمال الشنوي أنا فاكر عبارة الفنان كمال الشنوي قال طب ليه صح إحنا منعملش أفلام حسب معيير المركز دي هو بنفسه قال العبارة دي كانت جميلة انبسطت قوي بيه وشكرتوا عليها ففي البعض حتى بيجوا اللجنة عندنا هم نفسهم بينجدوا قالوا يا ما عملنا أفلام كده وممكن إحنا بنسب الفن بينتشر بسهولة مع السوشال ميدا اللي معنا دلوقتي فممكن يأذي إحنا ليه ما يكونش رسالة الفنان رسالة بناءة أكتر ففي البعض يستجيبوا والبعض طبعا بيكون ليه أهدف أخرى ما نقدرش تدخل حين بدخلش بس بنشجع بنشجع دعا أفلام الهدفة الجميلة بنشجع عليها يعني هناك بعض الممثلين يعني نشأوا من الكنيسة من العمل في الكنيسة في العمل الفناء زي مثلا مجد الكدواني زي هاني رمزي زي هاني رمزي إلى آخره هل من عندكو أيضا يعني نشأ عدد من الفناني؟ من المركز زي أنا المركز زي إحنا مجموعة بنتعمل أنا كمسؤول عليهم كراهب وفي معي الشباب عاديين ولكن هما بيشجعوا بقى في منهم معي مخرج ميشيل وكان بيشجع دائما في المصر وخريج مركز الإبداع فبيفهم حلوه في الموضوع وضفت طبعا ومع اللجنة وستاذ ماجدي ويشجعنا الدراما يعني هما بيشجعوا أكتر يعني قدروا عملنا مثلا فرق الدراما دي كانت مسابقة بين الشباب في المصرح وحتى وعملوا مساحات مختلفة في درجة الفنان محمد صبحي لما تكرم قال صراحة هايلين كنتش بتخيلين فيه شباب كده فإحنا بنتبنى هذه المواهب بتضم مسلمين ومسيحيين أو فقط مسيحيين دائما دائما رسالتنا حتى الأفلام القصيرة مسيحين ومسيحين دائما دائما كل حاجتنا مناجعوا بالدين يعني هو اسمه المركز الكاثوليكي للسينما بس هو قلبه مفتوح للجميع معروف ورسالته للجميع مناجعوا بالدين بس هو كمركز لانه بينتمي إلى جهة دينية عشان كالاسم وانتخذ من اسم عالمي المركز الكاثوليكي الدولي للسينما بحسن قلنا هنا المركز الكاثوليكي المصري للسينما بس ده جميل والله أنه يبقى فيه فعلا يعني مكان ديني الطابع وفي نفس الوقت مهتم بالفن فيه صورة جميلة يعني بتشجع أكتر حضرتك عندما يجي بتطم الناس عفوا عليك أن العقلية الشرقية يعني بتيجي أوصاد الدين بيتخاف لما يجي مثلا رجل الدين قال كذا فيقول لأنا لو خلفت هيحصل ويحصل لي في حين لازم كلها نعرف قالها وما لاش رجل الدين أن الله رحيم والله محب جدا للجميع لكن لما يجي مثلا رجال الدين بيشجعوا الفن الهدف كده فبيتطمنوا شباب يقول طب ما نمكن يدخل المجال دوت والتزم بحاجات مثلا مناسبة لية ما فيه فنين احنا عرفين فنين ما ننجع بالدين ايه مسلمين أو مسعيين فيه فنين بيبشوا على نمط واحد ما بيغيروش لأحناك فيه فنين معروفين ما يخدش أي فيلم ما سيقول فيه عم فيه لا أنا برفه قدام فيلم فيه إيه سيقول لا لا أنا أخترق أدوار كويسة أدوار هدفة أدوار نطقة مش غير كده ما بخترش أدوار تانية